سيد الشامع عبد الحميد ايه رأيك في كلام اللواء الدكتور سيد ناصر عبد الحميد اللواء الدكتور طرق خدر هل يحترم الشارع المصري القانون بغض النظر عن اي تعفوزات طب بقيت عن الموضوع النشطة السياسية عشان بقت سيئة السماء بس عموما ما بقيتش تحب حد يقولك ماشط سياسي دي صح نا يعني نشاط اصل العمل السياسي عمل مصاحب طول وقت المفروض لاشياء يا بقيت سيئة انهم مهم يعني مش موضوعنا مش مشكلة طيب بعدين نبقى ناقش كات سيئة السمعة دي لانا برضو تم معرف طيب الاول في انا مقدر وفاهم كويس جدا المشكلة اللي عند الناس اللي عندنا كلنا بصراحة والعنف والاجرام اللي عملوا الاخوان الفترة اللي فاتت سواء كان فترة حكم مرسي او بعد عزل مرسي او اسقاط نظام الاخوان المسلمين اه اه عنف رهيب كلنا شاهدنا اللي حصل وبالتالي الناس عندها قرق وقرف من اللي حصل ونفسها الامور تستكر اه في نقطة مبدئية لازم نحطها على طولة الحوار بانه اه قانون التظاهر قانون التظاهر او تم ترويج الترويج عند الناس بانه قانون التظاهر هو اللي هيحل مشكلة الاخوان المسلمين اه او مشكلة مظاهرات الاخوان المسلمين وبالتالي بقت الناس مبسوطة ان في قانون او بعض الناس مبسوطة ان في قانون تظاهر لانه ده هيحل لنا ازمة العنف والاجرام اللي عاملينه الاخوان المسلمين المشاهد اللي حضرتك عارضها دي امتى 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 امبارح امبارح اه عمل ايه قانون التظاهر اه في موضوع امبارح ولا حاجة ولا هيعمل حاجة بالمناسبة بس عشان تبقى الأمور واضحة يعني هو لها يحل حاجة بخصوص موضوع الإخوان لا دلوقتي ولا بعدين كويس؟ ده رقم واحد بس أحب أقولك أنه هو منع مبارح يعني مش دفاعا عن القانون ولكن لإقرار واقع منع تظاهرة أمام أصر الأوبة في ظرف أظن تلت ساعة أو نص ساعة هو اللي أقوله اسمين في الهرم آه مضموح ماشي؟ نقطة شورت أظن آه نقطة شورت عادي جدا يعني ما فيش مشاكل رقم واحد رقم اتنين أنه في حالة قبل ما ندخل الحلقة بعشر دقايق كان موجود خبر أنه قوات الأمن ألقت القبض على مش عارف عشر ولا خمس أعضاء من الإخوان المسلمين بيحملوا أوراق موسيقى للجيش حاجة كده ده بيان الداخلية كده أو بيان اسكندرية مش كده 13 وقت كام مرة حضرتك سمعت خبر من النوع ده من يوم 36 لحد النهاردة كتير جد كويس؟ ما تقول لي اعتراضك على إيه؟ آه أقصه ده أقول إيه؟ آه إنه الشرطة ما كانتش مستنية قوانين تظاهر عشان تواجه الإخوان المسلمين عشان بس ما نروجش للناس حاجة مش حقيقية الشرطة والجيش من 36 لحد النهاردة مش بس بيواجهوا المسيرات العنيفة للإخوان المسلمين لما تكون عنيفة ده كمان من يشتبه إنه قضوا في الإخوان المسلمين أو فيما كاتبهم الإدارية أو ناشط معاهم أو بيحمل أوراق فيها آآ مش عارف حاجات موسيقى أو بيقول شعارات كل حاجة نهايةً بالبنات الحداشر اللي حضرتك اتكلمت عنهم من شوية آآ مزبوط مزبوط كل هذا الكلام بدون قانون تظاهر آآ فحجة إنه إحنا كنا محتاجين قانون تظاهر عشان الإخوان دي حجة فرغة بصراحة نوجة نظري ده رقم واحد رقم اتنين لما نيجي نناقش البنود بتاع القانون أنا جاب القانون معي لما نيجي نناقش بنود القانون هيتضح قدام الناس إن ده قانون يعيد مصر إلى إنه أمن الدولة هي اللي تاخده القرارات السياسية أمن الدولة هي اللي تقول الاجتماع ده يتعمل والاجتماع ده ما يتعملش أمن الدولة هي اللي حضرتك لما تيجي تروح تعمل ندوة ندوة وتقول لها موضوعها طبعاً يعني زي هنيجي الفقرة نناقش المواد بتاعة القانون هتكلم فيها بالتفصيل لكن أنا بقول كده إجمالاً إنه النشاط السياسي والنشاط الاحتجاجي هو محكوم والنشاط العمالي أو الاحتجاج العمالي كل ده هيبقى محكوم من الأنفة صاعداً تحت إيد وزارة الداخلية والأمن الوطني كويس؟ طيب ده معناه إيه؟ لأنك لازم تاخد إذن الداخلية على اعتبار أن القانون بي نص على أنه ما فيش مزارة سلمية طبعاً مش مزارة بس أو أي اعتصار مظاهرة اجتماع الندوة مؤتمر عام أي حاجة أي حاجة قبل ما تكون أخترت وزارة الداخلية ووافقت اليوقت لازم يوافق تمام ومن حقه في أثناء منطق يعني مثلاً وإنت شايف الكلام ده أنه رجوع لدور الأمن الوطني أو أمن الدولة إلى المشهد السياسي المصري مرة تانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر